مفهوم البدعة ومفهوم البدعة هو المفهوم هو التطبيق العملي لمسألة التكفير يعني المفهوم البدعة بالمعنى أن أجعل كل ما لم يفعله النبي فهو بدعة وهو حرام يذهب بالناس إلى عدم تطبيق الشريعة ثم يذهب بعد ذلك إلى بالناس إلى أنهم بعد عن سنة رسول الله سلم ثم هو يحتل مفهوم السنية أو يحتل مفهوم السلف لصالحه أيضا كل هذا وينكره على غير وينكره على غير فلما نيجي مثلا المصريين سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من سنته التعجيل بالفطر فالتعجيل بالفطر ماذا نفعل؟ لكي يجعله التعجيل بالفطر يحصل للناس جميعا فماذا يفعل؟ أتى بالمدفع بالمدفع الرمضان لكي يسمع هذا التعجيل بالفطر كل الناس اللي حاصل كمان أن المصريين في التراويح مسلا عملوا بسنة سيدنا عمر بسنة سيدنا عمر لأن وده وترد مهم جدا على أهل التدين الكمي يعني هم يقولون بأن كل ما لم يفعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا بدعة كيف؟ وسيدنا عمر ما الذي فعله سيدنا عمر؟ اللي فعله سيدنا عمر ببساطة خالص أن رسول الله خرج في التراويح في أول يوم ثم خرج في ثاني يوم فصل الناس بصلاته في أول يوم وفي ثاني يوم ثم لم يخرج في اليوم الثالث فلما سألوا قال خاشيتوا أن تفرض عليكم هنا واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يريد من الصحابة أن يصلوا الشهر كله ولكن في نفس الوقت ماذا لما جي سيدنا عمر رح جامعا أن الصحابة على سيدنا أبي بن كعب وصلوا وعشرين ركعة فوصل الشهر كلهما أن رسول الله لم يصل الشهر كله وبدأ من رسول الله أنه لا يريد الناس أن تتم صلاة الشهر كله وخشي عليهم من التطرف أن تزداد عليهم التكليف من تشدد خاف عليهم من التشدد فماذا فعل سيدنا عمر؟ فلما قلوا هذه بدعة قال نعمة البدعية فقال أن هي بدعة حسن الشاهد من ذلك أن مصرين صاروا على هذا الأمر